عايز سألك على حاجة اشتغلت مع مانويل جوزيه وعمل معايشة دلوقتي مع مارسي الكولر أكيد فيهم أوجه تشابه وأكيد برضو فيه أوجه اختلاف إيه شايفوا شبه بعض يعني شبه بعض في إيه مانويل جوزيه ومارسي الكولر هو أنا مش عايز أقوله أنا ما بحبش لا لا مش بقولك من أحسن ومن أحسن لا أنا فاهم أنا فاهم أنا بقولك شبه بعض في إيه في الطريقة في الشغل بص الواقعية من وجهة نظري أهم شيء يعني أو أقرب حاجة للاتنين مداربين بينهم من بعض اللي موجودة الواقعية يمكن مستاكولر وبالأخص بعد مبراد ساندونز بدأ يتعامل بواقعية مع الفرق أكيد ما كانش حافظ الدوري المصري بشكل كبير أو ما كانش حافظ حتى بطولة أفريقيا بشكل أرد بالضغط المنافسة الأفريقية مختلفة فيمكن لا أنا شايف أنه هو من بعد مبراد ساندونز يتعامل بواقعية كبيرة جدا جدا مع الفرق ومع اللعيبة ومع الفرق المنافسة فأنا شايف أن الواقعية من أهم سماد كولر ووجزي واخد بالك أنا حتى من نوع اللي أنا بحب المدرسة دي جدا جدا أنا بحب مدرسة الواقعية حتى في الشغل حتى في التمرين حتى في رتم التمرين من أكتر الحاجات اللي تنجحك كمدرب وتنجح الفرقة كل شغلك كل شغلك واقعية يعني بتشغل كل المواقف اللي تحصل في المبراد في ناس كتيرة جدا وكل واحد دي فكره طبعا لكن في ناس من المدربين بيبقى مش عايز أقول ألفظ يعني الناس تفهمها بشكل لكن في مدربين يحب شكل الملعب يحب رصة الملعب طبعا كل واحد دي فكره لكن الواقعية يمكن أنا لو قلت لك حاجة من ناس كتيرة جدا احنا مثلا مع مستر منول كنا أكتر حاجة بنشتغلها مثلا أو من أكتر التمنيين بنشتغلها نسمو الجيم خمسة دي خمسة ستة دي ستة تخيل من أكتر التمنيين كنا بنشتغلها بس فيها وقعية فيها رتم المباراة فزي ما بقولك الرتم المباراة والواقعية في التمرين من أهم الحاجات اللي بتنجح الفر طيب مارس الكولر موسيماني لا أنا موجود نظر يمكن أن تسألت السؤال ده قريب لا أنا شايفني فيه فرق كبير جدا 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 لصالح ما نقدرش نقول لمصر الكولر طبعا مصر المسيماني طبعا عمل نتائج هيلة ويجا برضو في الظروف الأهلي كان بعيد عن بطولة أفريقيا ويقدر يحقق بطولتين أفريقيا وبرونزية كاسعلم لكن كان بيعتمد على العدد من أجل جدا من اللعيبة وكان من وجهة نظري أو مش وانا بس أكيد كل الناس كان شايفة كده أنه تحس أنه كان مركز في أفريقيا أكثر من الدوري صح كده ولا أنا ودليل أنه وقص يتنين دوري اتنين دوري وقص يتنين أفريقيا لكن وبرضو مش بقول كده عشان نتائج بس كريم مهموك أن يكون موسيماني بيكسب كل الموتشوات لكن الأداء أو التطور ما أنا تانى جماعة المدرب الكويس مش بيعمل نتائج بس بيعمل نتائج مع تطور لعيبة هو ده المدرب الكويس فأنا شايف أن مصر القرار عمل دي بشكل كويس جدا 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 صح فهو ده الفرق ده الفرق الوضع دايما بحيس أنه ودايما ضيوفي كده لما بقى حط المقارنة دي بين موسيماني وكل الوضع وبحط المقارنة دي عشان نقول مين أحسن ومين أحوش برضو عشان يتنين نجحين بس هتلاقي دايما الناس الفنيين كرة قوي يعني ياخدوا بالهم من التفاصيل دي لكن المشجعين لا هم شايلين لموسيماني أنه عمل إنجازات عظيمة طبعا وشايلين لكله أنه عمل إنجازات عظيمة بس في حاجة كريمة لو أنت أخذت بالك مثلا يعني موسيماني كان تقريبا 13 أو 14 لعيبة بس هم اللي بيحصل بينهم الروتيشن في الفرق بلما بيحصل إجهاد أو مشاكل أو إصابات الفرق ببقى كان فيها مشكلة لكن موسة كولر كل مباراة على الآن في ضغط المبارادي من خمسة لسبع لعيبة بيتغيروا الروتيشن من المبارادي لمباراة اللي بعدها فكل دي ده نجاح مدرب بالمناسبة والأهم مش عايز أقطعك والأهم من كده إن الأداء أو شكل الفرقة هو هو مع تغيير اللعيبة ده شكل الفرقة هو ده سؤالي انه مثلا لو جي مدرب وغير خمس ست لعيبة كل مباراة هنطلع أنا وحضرتك أو أنا و هو هنطلع تغييرات التشكيل ونطلع تغييرات تعمل في واحد أو اثنين بيتك كتير لكن خمسة ستة كل مباراة ورغم كده الأهلي ماشي بشكل كويس حتى مع التغييرات كتيرة إيه الفزورة أو إجابة الفزورة دي إيه نجاح مدرب نجاح جهاز فني ليه انت وصلت وصلت الخمسة وعشرين أو التلاتين لعيب كلهم إنه هم جاهزين انت بتشوف ده طبعا خلال التمرين ده أكيد طبعا وإلا ما قدرش اعتمد على كريم وهو في التمرين مش كويس صح فأنت مجهز اللعيبة ومحضر اللعيبة أولا نفسيا وبدنيا وفنيا إن أي حد في أي وقت هيلعب صح فعشان كده الروتيشن ده انت شايفه بالشكل الناجح ده صح الأهم من ده كله إحنا نتكلم على ثبات التشكيل ده لو أنت في بداية موسم لازم ثبات تشكيل صح لكن إنت في ضغط مبارات لو ما عملتش كده الفرقة تقع صح فبالعكس أنا شايف الروتيشن ده من الحاجات من النجاحات الكبيرة للمسا الكريم صح